السلام عليكم ورحمة الله موضوعنا اليوم هو الأقوال المختلفة في مسألة تقديم الماء مع القهوة طبعا العنوام مسجوع وانا في هذا القلد الفقهاء دائما الفقهاء يستخدمون عنوين مسجوعة سابقا مثل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي طبعا السجع كان مشهور عند الفقهاء وقبلهم كان عنده الكهان فأخذنا نفس الفكرة اللي هو الأقوال المختلفة في مسألة تقديم الماء مع القهوة وفيها أقوال أحشرح لك لعنا طيب أول ما تعابل مع القهوة يبدر إلى ذهنك وإلى عقلك سؤال مهم القهوة ما معنى قهوة القهوة هو اسم من أسماء الخمر وليش سميت قهوة لأنها تقهي صاحبها عن الطعام طيب تقول لي أنت بتكحلوا عميتها إحنا معرفنا قهوة تجيب لي تقهي أكثر صعوبة تقهي يعني تذهب بشهوة الطعام يعني معاك تحتاج الطعام وتشبعك عن الطعام فلذلك سميت قهوة واحد قال لي أن الخمر بالعاكس تخلي صاحبه يجو أكثر قلت والله ما أعلم أنا أنقلك ما قرأته في لسان العرب هذا معنى قهوة والله أعلم تخيل أن عدد فناجين القهوة اللي يشربونها الناس في العام 800 مليار فنجان قهوة وهذا العدد يزداد يزداد سنويا 12 مليار فنجان فتخيل العدد الكبير من الفناجين طبعا مسألة تقديم الماء مع القهوة هذه مسألة قديمة يذكرون أن أول من بدأ مسألة تقديم الماء مع القهوة هم الأثمانين بحيث أنهم يقدمون لك ماء وقهوة فإن شربت الماء عرفوا أنك جوعان فمباشرة نجهزون لك الطعام أما إذا شربت القهوة فيعرفون أنك شبعان فما يحتاج يقدمون لك الطعام وإنما يستمعون ويستمتعون بحديثك هذه أحد الأقوال أنا سألت أحد الأشخاص في تركيا قلتوا ليش تقدمون الماء مع القهوة فقال هذا حتى تتلذذ بطعم القهوة نضع لك الماء فتشرب الماء أولا حتى تشير جميع الأطعم السابقة من على لسانك ثم تتلذذ بطعم القهوة لأن واثقي بأن قهوتنا سوف تعجبك فأولا تشرب الماء وبعد ذلك تشرب القهوة هذا قول آخر الأشخاص فاجأني حقيقة كان مبتعد في فرنسا ويقول لي أن من سوء الأدب أنك تشرب الماء قبل القهوة هذا يعتبرها المطعم أو المكان اللي فيه أنك غير راضي عن القهوة اللي قدموها فلذلك تبين عدم رضاك بشرب الماء وفي بعض العادات في الشام خصوصا إذا قدم لك قهوة مرة فمعنى هذا أنه غير مرحب بك والمفترض أنك تغادر مباشرة أما إذا قدم لك حسب رغبتك في القهوة فهذا لا يعني أنه مرحب فيك حصلت مرة مشكلة مع أحد الأشخاص ويعني كنت وسيط في الحل بينهم فقال لي قدم لي قهوة مرة أنا ما فهمت قلت طيب عادي ممكن أنك ما تبغل السكر قال لا هذه معناها أنك غير مرحب بك أصلا في البيت والمفترض أنك ما تكمل القهوة تغادر البيت في الجزيرة العربية يختلف العادة طبعا القهوة العربية يختلف العادة من الشمال للجنوب للوسط فكل القبائل لهم طريقة معينة لكن هن يعطيك بعض الأشياء في الجنوب إذا قدم لك القهوة يعبي لك الفنجان وهذا دليل أنه كرم يعني أنا أعطيك كل ما عندي من القهوة وهذا دليل كرم أنه يعبي لك الفنجان إلى مطوق إلى الطوق يعني اللي هو هذا فهذا دليل كرم أما في بعض القبائل في الجزيرة العربية فإنه يقدم لك الثلث أو أقل وهذا احتفاء بك وترحيب بك بحيث أنه أنا راح أقف لخدمتك ويشرفني خدمتك فما يعبي لك الفنجان يعبي لك أقل من الثلث وهذا دليل يترحيب فيك ومحبة لك بحيث أنه يستمر في خدمتك تعرف الثلث يخلص بسرعة تختلف العادات من جهة إلى أخرى بعضهم يعبي لك النصف وكل قبيلة لها عادات معينة في الترحيب في الضيوف ولها دلالة في محبة الضيف والترحيب به والعرب يسمون فناجين القهوة بعدة أسماء فالفنجان الأول يسمونه الهيف وهو دليل ثقة بين المضيف والمستضيف فيشرف فنجانك الأول لأنه يثق فيك ويثق في طعامك أما الثاني فهو فنجان الضيف وهو دليل معزه وكرم بين الضيف والمضيف الفنجان الثالث وهو فنجان الكيف وهو يعني أنه بدأ يكيف على القهوة أما الفنجان الرابع فمعناه السيف وهو أنه معناه أني أقف معاك وأنا في صفك في أي مسألة أو في نزاعات أو في حرب فالرابع هو فنجان السيف أما الفنجان الخامس فهذا رأي طويلة يعني بيعديت قهوة إلى آخر الليل فأحذر من الخامس طبعا الأقوال مختلفة في مسألة تقديم الماء مع القهوة يعني جدا مختلفة ومتنوعة إذا كان عندك رأي أو مسألة مخالفة لما ذكرت فزودنا يعني أحانا في بعض البلاد يكون عندهم عادة معينة في مسألة تقديم الماء مع القهوة أرسلها لي حتى نضيفها لهذه المعلومات وتكون كاملة ممكن أن تضيفها بالصوت والصورة وترسلها تحفظها وترسلها لي على السناب أنا راح أحفظها ونزلها عندي في العام فبحث أنك نضيف معلومات عن مسألة تقديم لأنها أصلا عادات واختلفت من قبيل القبيلة ومنطق المنطقة فحتى نحيط بجميع ما ذكر وجميع العادات والتقاليد أذكرها بالصوت والصورة ورسلها لي على الخاص أحفظها ونزلها ودومتم طيبين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة